لا أحد بمأمن من تقلبات الزمن ربما ذاك هو أول ما يرد إلى الأذهان عند متابعة الأزمات المتلاحقة التي يتعرض لها الاقتصاد الأمريكي من ارتفاع معدلات تضخم وإعلان العديد من البنوك والشركات الإفلاس وانخفاض معدلات الاستثمار وعدم القدرة على سداد الديون وسياسات اقتصادية لم تؤتي بثمارها حتى الآن بل انعكست سلباً على العالم بوجه العام والدول النامية على وجه الخصوص خفضت وكالة فتش التصنيف الايتمانية للولايات المتحدة من AAA إلى AA+. مشيرة إلى عوامل تشمل تآكل الحوكم خلال العقدين الأخيرين بعدما شهدت البلاد بشكل متكرر خلافات على صلة برفع سقف الدين العام يعكس قرار فتش التدهور المتوقع للمالية العامة الأمريكية خلال السنوات الثلاث المقبلة والعبء المرتفع والمتزايد للدين العام الحكومي وتآكل الحوكمة وهو ما اعتبرته وزيرة الخزانة الأمريكية جانات يالن تعسفياً ويستند إلى بيانات قديمة قرار فتش أدى إلى انخفاض الدولار مقابل ارتفاع اليورو والجنيه الاسترلينية فضلاً عن تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية وهو ما زعزع الثقة في الاقتصاد الأمريكي أدت أيضاً إلى ارتفاع سعر الذهب في المعاملات الفورية 20% إلى 1948 دولار و43 سنة للأوقية في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 13% اتهمت فتش الإدارة الأمريكية بأنها لا تملك إطاراً مالياً متوسطة الأجلة ولديها آلية ميزانية معقدة إلى جانب كثير من الصدمات الاقتصادية والتخفيضات ضريبية ومبادرات الإنفاق الجديدة في زيادات متتالية في الديون على مدى العقد الماضي ما يهدد مستقبل الدولة العظمى اقتصادياً